بسم الآب والابن والروح القدس صلى الله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين حابب نقرأ في بداية الكلام بتاعنا جزء من سفر الرؤية إصحاح 6 من آية 9 إلى آية 11 بيقول كده ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمأنه من الساكنين على الأرض وأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وإخواتهم أيضا العاتدون أن يقتلوا مثلهم نعمة الله الآب تحل على جمانة أمين الحقيقة إحنا النهاردة بنختم سنة إبطية وبنبتدي سنة إبطية جديدة بنعمة ربنا نكون مع ربنا كل طول السنة دي وكمان الكنيسة رتبت أنه اليوم ده يكون احتفال بالشهداء والاحتفال بالشهداء ده ليه رسالة فيه رسالة الكنيسة عايزة توصلها لنا ونسميها كده رسائل من تحت المسبح لأنه زي ما شفنا الشهداء المكان اللي موجودين فيه هو فين؟ تحت المسبح في السماء عشان كده حتى التقليد بتاع الكنيسة أنه المسبح يتبني عليه أو يتحط تحتيه رفات القديسين تكون موجودة تحت المسبح تمثلاً بالسماء لأن الكنيسة هي السماء على الأرض الرسائل اللي هتجلنا من الشهداء من تحت المسبح السماوي أو اللي زي ما بنقول عليه في الأداس المسبح الناطق السماوي رسائل هنقول كده تلت رسائل نمرة واحد الرسالة اللي الشهداء بيقوله لنا أن السماء جميلة السماء حلوة جداً عايزين يوصلون للرسالة دي عن طريق حاجات كتيرة قوي زي ما ربنا قال كده في الموعز على الجبل توبى لكم إذا اتهدوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا ليه؟ لأن أجركم عظيم في السماوات ربنا بيقول كده ربنا بيقول أجركم عظيم في السماوات إذن الشهداء دلوقتي بياخدوا هذا الأجر العظيم اللي موجود لهم في السماوات ويكفي أن هم موجودين تحت المسبح وريبين جداً من ربنا وبيتكلموا معاه أجر أجر عظيم موجودين مع ربنا بمحبة من ربنا بيدها لهم حاجة كمان أنه هم بيقولون كده السماوات جميلة لأن صوتهم هناك في السماوات هو زي ما قال كده في سفر رؤية بصوت عظيم صوت الشهداء في السماوات مسموع مسموع لأن صوت عظيم في السماوات ولما يتقال صوت عظيم في السماوات إذن هو لي مفعول عظيم وليه قوة وليه شفاعة قدام ربنا لما يصرخوا ويقولوا عن كل الشعب وكل المسيحيين وكل ولاد ربنا اللي موجودين على الأرض اللي بيعانوا أو بيقاسوا أو تعبنين من أي شيء في صوت عظيم موجود في السماوات بيصرخ من الشهداء لنا صحابة من الشهود هؤلاء الشهود وقفين تحت المسبح وهم في صحابة كبيرة جداً يصرخوا لربنا من أجل كل واحد فينا حاجة كمان بيقولولنا أن السما جميلة لأنهم لما عملوا كده دلوقتي زي ما قرينا أخذ كل واحد منهم ثياب بيد لأن السما منيرة جداً السما كلها أبيض زي ما حصل في اليوم بتاع التجلي بتاع ربنا على جبل طبور تغيرت لون ثيابه إلى أصبحت ثياب لونها أبيض وهو ده المنظر الجميل اللي موجود في السما السما جميلة الشهداء بيقولولنا كده حاجة كمانت قالت لهم دلوقتي قالت لهم كده قالت الصوت جالهم قال لهم يستريحوا إذن السما فيها راحة للشهداء فيش ألم فيش وجع فهم بيقولولنا كده السما جميلة جداً تستاهل كانت تستاهل إن إحنا نقدم حياتنا عشان نكسب السما اللي ربنا بيعدها لنا فنلاقي كده مثلاً واحد من الشهداء اللي شافوا السماء وهم بيستشهدوا قديس السفانوس يقول كده عنه كتاب أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح فرأى مجد الله ويسوع قائم عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الله منظر السماء جميل الشهداء بيقولولنا كده النهاردة إن السماء حلوة وكانت تستاهل التضحية اللي احنا ضحناها بحياتنا هنا على الأرض عشان نعيش مع ربنا على طول بعد كده في السماء والأجر في السماء لكل واحد قدم حياته لربنا أجر عظيم جدا ربنا يعدوا لي وإذن بما أن السماء جميلة ليه بنتمسك بالأرضيات ليه مسكين في الأرضيات ومتعلقين بيها نشوف كده واحد من الشهد زي قديس ماريمينة قديس ماريمينة ده عمل كده ساب كل حاجة في العالم وراح وترهبن قبل ما حتت الاستشهاد دي راح في ترهبن وعاش كذا سنة في الرهبنة وبعدين ربنا بعت له ملاك علشان يدعوه إلى الاستشهاد ترك العالم قبل ما العالم يتركه هو بنفسه قال أنا أرفض العالم وأرفض ممتلكات العالم وبما أن السماء جميلة فهي تستاهل مش بس بأن أنا أترك العالم لأ كمان أترك حياتي كلها وأقدمها كلها الربنا ما تستهلش وبالتالي ده يخلينا كلنا نفكر العالم ده كله الكتاب المقدس قال عليه كده بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل ليه متمسك بيه وليه متعلق بحاجات كتيرة على الأرض وأحس أن أنا فقط أو فاقد حاجات كتيرة لو ما عنديش مقتنيات كتير ممكن تكون موجودة عند ناس غيري وأحس كده أن المقتنيات دي لو مش موجودة عني أن أنا أقل من اللي حوالي وفي حين أن أنا ممكن أكون أغنى بكتير من كل الناس على الأرض لو اقتنيت السماء ولو اقتنيت المسيح في قلبي السماء بيتقال عليها بقى السماء دي زي ما تقال على الأرض أنها بخار يظهر قريراً ثم يضمحل وتنحل العناصر كل العناصر الموجودة عن الأرض طيب والسماء هيبقى فيها إيه؟ كتاب المقدس برضو في صفر رأي يقول كده أساسات لها أسوار والأسوار لها أساسات يعني إيه؟ أساسات سبتة حياة تمتد إلى الأبد هنا بخار وهناك سبتة وليها أساس وكل أساس منهم من حجارة كريمة وده يشير إلى جمال وعظمة المجد اللي موجود في السماء وبالتالي يبقى القرار اللي لازم كل واحد ياخده فينا إن ما كنتش متعلق هنا بالأرضيات ما كنتش متعلق بصديق أو حد يكون بيعطلني عن ربنا لابد إن أنا يكون تعلقي كله بالمسيح وشهادتي تكون للمسيح دي أول رسالة إن السماء جميلة جداً تخلوا عن الأرضيات وإنموا في حياة التجرد وحياة الترق اللي عاشها في الأباء القدسين هم ما تركوا كل شيء وتركوا كمان حياتهم بعد ما تركوا كل شيء الرسالة التانية الرسالة التانية اللي جايلنا من تحت المسبح بتقول كده لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة دي قالها مين؟ قالها القديس بوليس الرسول وده برضو واحد استشهد على اسم المسيح وبيقول لنا كده لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة الشهداء القدسين عاشوا حياة القداسة قبل ما يكونوا شهداء عاشوا في القداسة تعالوا نشوفوا القديس ماري جرجس أمير الشهداء إيه اللي حصل معاه؟ أمير الشهداء القديس ماري جرجس حاولوا معاه بطرق كتيرة جدا إنهم يخلوا ينكر إيمانه بالمسيح وبعدين دخلوا عليه بفكرة شريرة علشان قالوا هو علاقته مع ربنا والقوته وقدسته جاية من تهارته فإحنا هنعمل معاه بقى حاجة تهزمه هزيمة محدش يقدر يقف قدامها إيه هي؟ يسقط في الخطيئة ودخلوا عليه واحدة خطيئة علشان تسقطوا في الخطيئة وسبوها معاته للليل طبعا دخلت متزينة بروايح جميلة وهكذا علشان تسقطوا في الخطيئة وخلصت الليلة وتاني يوم الصبح يفتحوا على ماري جرجس علشان مفروض يلاقوا فين؟ ساقط في الخطيئة لقيوا هذه الإنسانة تحت رجلين ماري جرجس بتبكي وبتقدم توبة القديس ماري جرجس توبها لأنه هو كان عايش حياة القداسة وعايش حياة الطهارة قاوم يقاوم الخطيئة ويرفضها علشان يعيش حياة حلوة مع ربنا نجاهد ضد الخطيئة حتى لو ما كانش دلوقتي فيه استشهاد فشهادتنا لربنا ربنا يقول كده إن أعثرتك عينك فإيه؟ اقلعها وإن أعثرتك يدك فإقطعها نقطع العين الشريرة ونقطع اليد الشريرة ونقطع الرجل الشريرة ده برضو نوع من الشهادة من قدمه لربنا وربنا يقول كده إيه؟ لا تخافوا من الذين يخطروننا الجسد ما تخافوش من اللي بيموتوا الجسد طب ممكن واحد مننا يقول كده ممكن أكون أنا أكون أول واحد أقتل جسدي ممكن طبعا إزاي؟ إن أنا أموت هذه العين الشريرة وإن أنا أقطع اليد الشريرة وأقطع كل شيء شرير موجود جوايا ليه؟ لأنه أخاف أخاف بقى لا أخاف من اللي بيقتل الجسد؟ آه طب ما الأخاف من مين؟ أخاف بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كلايهما في جهنم هو ده اللي أنا لازم أخاف منه وعشان كده لابد أن أقاوم ضد الخطيئة مقاومة بس مقاومة لإيه؟ حتى الدم مجاهد ضد الخطيئة مين فينا يقدر يعمل كده؟ مش مشكلة نبتدي نجاهد نبتدي نجاهد ونقاوم الخطيئة ونرفضها وكل ما أسقط في الخطيئة أقوم وأقولك ده هو ثلاثة شماتي بيه عدواتي لأن إن سقطت أقوم أقوم وبعدين أروح واعترف وأقدم توبة وأبتدي بداية جديدة مع ربنا مقاومة الشهداء بيقول لنا كده بيقول لنا إيه؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة قاوموا إبليس فيهرب منكم هم قاوموا الخطيئة وعاشوا مع ربنا حياة القداسة وعشان كده ربنا كافئهم وإداهم بقى كمان إكليل الشهادة هم مش بس بس عاشوا حياة الطهارة والنقاوة وعلاقة حلوة مع ربنا ومحبة ربنا ومحبة البعض لا عاشوا حياة كمان قداسة وعشان كده ربنا إدا لهم مكافئة عظيمة جدا وأجر عظيم جدا اللي هو إكليل الشهادة يبقى الرسالة الأولى بتقول لنا كده إيه؟ السماء جميلة الرسالة الثانية إيه؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة الرسالة الثالثة اللي عايزين يقولها لنا أبقنا الشهداء حبوا كنيستكم حبوا الكنيسة بتاعتكم احنا بنقعد نغني للكنيسة بتاعتكم ونرتل ونقول كده كنيستي القبطية نقول طبعا لأنها كنيسة نفتخر بيها ليه؟ لأنها قدمت شهداء فهما بيقولونا من تحت المسبح إيه؟ حبوا الكنيسة بتاعتكم ليه طيب؟ لأن الكنيسة دي هي اللي أعدتنا إعداد قوي جدا علشان نستحق أن احنا نبقى شهداء أعدونا الكنيسة دي أعدت أعدت ولادها أن هما يكونوا شهداء طيب زي مين مثلا؟ زي واحد زي اسمه القديس أمونيوس الأنبى أمونيوس أم أمونيوس ذا كان أسقف بتاع مدينة إسنا وسمع أن أريانوس جاي علشان يموت المدينة كلها أم جمع الشعب بتاعه كان هو بيقعد في دير فوق الجبل قال لهم يلا تعالوا هنصهر مع بعض النهاردة صهرة جميلة زي اللي احنا صهرانين هدلوقتي نصهر مع بعض صهرة حلوة أو وفعلا طول الليل صهرانين في تراتيل وفي التسبيح وكل شيء جميل زي ما الكنيسة بتعمل وفي الآخر صلوا مع بعض قداس وهو في القداس قال لهم يلا تشددوا وتشجعوا الاستشهاد جاي علينا لابد نحن نشهد لربنا ونقف بقوة قدام السيف بتاع الشيطان وفعلا في اليوم ده استشهدت المدينة كلها كلهم قدموا حياتهم لربنا على مراحل بقى كذا واحد وقصص كتير الأم دولاجي وكل القدسين والثلاث فلاحين كل دول طلعوا من إسنا إسنا دي مدينة جميلة جدا لكن الكنيسة أعدت ولادها خدهم سهره صلوا قداس مع بعض جاهزين كلنا للانستشهاد وده يخلينا نبقى منتظمين في صلاة القداس بتاعنا لازم يكون لنا قداس بنتناول فيه من جسد ودم ربنا لأنه ده بيدينا قوة وبيدينا ثبات في ربنا ونقدر بعدها نقدر نقاوم الخطيئة زي ما كنا بنقول في الحتة اللي فاتت ونقدر نقف قدام أي شر ونقدر نقف قدام الاستشهاد بالقوة بتاعت ربنا اللي بنا يسوع المسيح اللي احنا بناخده بجسده ودمه اللي بنتناوله برضو الكنيسة بتعد ولادها عشان كده الشهداء بيقولوا لنا كده أحبوا الكنيسة بتاعتكم فنلاقي قديسين واحد كان اسمه تيموساوس ومراته اسمها مورا تيموساوس ده كان بيحب كتب الكنيسة كانت رتبة الشماز بتاعته كانت رتبةه قارئ وده معنى ان كانت الرتب والشموسية دي موجودة من أيام زمان من أيام الشهداء من القرن الثالث ومن الرابع موجودة من قبل كده كمان فكان القديس تيموساوس بيحب قوي كتب الكنيسة يحافظ عليها كل كتاب في مكانه كل كتاب يطلع في الموسم بتاعه بيحافظ على كتب الكنيسة اتجوز القديس تيموساوس القديسة مورا وبعد جوازهم بعشرين يوم أريانوس استدعى أصلا كان ساعتها بقى ديقليديانوس أصدر قرار انه يموت كل المسيحيين ومن ضمن القرار انه يحرقوا كتب الكنيس ويحرقوا الكنيس ويموتوا طبعا المسيحيين فالقديس تيموساوس راح لأريانوس وقال له انت بقى تيموساوس انت اللي معاك كتب الكنيسة هتلي الكتب بدعة الكنيسة قال له ما قدرش دي كتب الكنيسة ما قدرش أجبها لك قال له انت عارف انت بتعمل ايه كده قال له ايه انا باشهد المسيح وكتب الكنيسة بتاعتي دي ما قدرش أستغنى عنها ولا فرق فيها ولا طلعها عشان أديها لك تحرقها مش هديها لك فالوالي أريانوس عمل ايه قال له طيب قعد يدور على حيل كتير وجاب له آلات تعذيب وعمل فيه حاجات كتيرة جدا وعلقه على صليب وهو مقلوب يعني وشه لتحت أو راسه لتحت وبعدين عمل الخدعة الكبيرة أو الحيلة الكبيرة اللي كان عايز يعملها مع القديس ديموس جاب مين مراده دي بقى ايه بقى لها قد ايه عشرين يوم متجوزة وبعدين قال لها كده انت بقى لك عشرين يوم عايزة تبقي أرمالة بعد عشرين يوم روحي واتكلمي معاه وقنعيه ان هو يتخلى عن الكتب بتاعت الكنيسة ويبتدي يرجع بقى وانا هبقى حطه في أماكن حلوة جدا وهكافئة مكافئة كبيرة مورة اتدحك عليها وقلبها ضعف وراحت برضو تزينت ولبسة لبسة حلو جميل وريحة حلوة وراحت عشان تقابل تموساوس جزء تموساوس شافها جاية من بعيد وفهم فهم لما شاف المنظر فهم إيه اللي هي جاية تعمله فقال لواحد من الحراس اللي حواليه حط منديل على وشي أنا مش عايز أشم الريحة دي أبدا فجات له وابتدت تتكلم معاه وقعدت تقنعه اعمل كذا وعمل كذا وخلاص ده هي طب حتى لو انكر إيمانك ولو بصورة بمنظر بس من بر بكلمة هتقولها وخلاص فابتدت يموساوس يقول لها ما كنتش أستنى منك ان انت تيجي تقولي لي كده أنا كنت عايزك تيجي عشان تاخدي معايا انت كمان إكليل الشهادة وابتدى يكلمها عن السماء وجمال السماء وقدمت توبة وراحت ترجعت لأريانوس فابتكر أريانوس بقى انها خلاص جاية بقى خلاص أقنعت تيموساوس قالت له لا أنا برضو هموت على اسم المسيح زي تيموساوس جوزي وابتدى يعذبها هي كمان وحطهم هما الاتنين قدام بعض مصلوبين قاعدين كذا يوم يقال تسع تيام محطوطين قدام بعض في عذاب على صليب مصلوبين هما الاتنين من أجل حبهم لربنا واتيموساوس من أجل حبه لكتب الكنيسة كتب الكنيسة على فكرة دي اللي منها الأجبية اللي منها كمان لبسة المضية اللي منها الخلاجي اللي منها الكتاب المقدس اللي بنقرأ منه القريات بتاعت الأداس يا ترى ايه اهتمامي وحبي لهذه الكتب يا ترى باستخدمها في صلواتي ولا مركونة عندي في البيت الشهداء استشهدوا من أجل هذه الكتب وواحد تاني من الشهداء برضو كان بيحب كتب الكنيسة فقام الوالي امفع عنين علشان ما يعرفش يقرأ الكتب الكنيسة وبعد كده هوت الوالي استدعاه ها عامل ايه قال له انا مش عارف اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا ان انت شلت عناية عناية دي اللي بالجسد شلتها لكن ربنا بقى اداني عين داخلية خلتني اشوف حاجات اعلى بكتير واعمق بكتير من اللي انا كنت بشوفه بس في الكتب انا بشكرك على النعمة الكبيرة اللي انت دي تهاني شوفوا قد ايه كان بيحبوا كتب الكنيسة يقروها بقلبهم يحبوها من كل قلبهم كتب الكنيسة اللي فيها زي ما قلتلكم اجبية وخلاجي وبصلمودية ايه علاقتي بيها بصليها من قلبي ما بصليهاش ركنها ولا بعملها كده روتين الصلاة من الحاجات دي كل الكتب دي معمولة علشان نقراها ونعيشها ونفهمها ونتأمل فيها مش معمولة علشان تكون فرض علينا ولا حاجة يبقى كتب الكنيسة حاجة كمان من ضمن الكنيسة اللي بتعد ولادها عشان كده من الشهداء بيقولولنا حبوا الكنيسة بتاعدكم شهداء برضو كانوا في قسيوت حصل كده هوت ان اريانوس ده برضو على فكرة اريانوس ده اكيد انتوا عارفين طبعا انه بقى قديس بعد كده واستشهد على اسم المسيح اريانوس اللي انا عمال احكي عنه ده وفترى بتاعه ده فاريانوس عمل ساحة السشهد بره اسيوت كده وجنب اسيوت فسمع عن الموضوع ده مين سمع عن الموضوع ده المعلم بتاع الكنيسة اللي كان قاعد مع الولاد صبيان مية اتنين واربعين ولد قاعد معاهم عمال يسلمهم الالحان ويسلمهم طقس الكنيسة والحياة اللي مع ربنا في الكنيسة وسمعوا عن الاستشهاد انه اريانوس فتح ساحة للاستشهاد جنبهم فقال لهم كده يلا بنا يا ولاد احنا عاديين بنعمل هنا يلا بنا مع بعض نروح على فين على ساحة الاستشهاد طبعا رايحين لساحة الاستشهاد وده المعلم بتاعهم فبيقول لهم ايه بقى رايحين كده بيرابعوا مع بعض وهم في الطريق عارفين المزمور المية وخمسين نحن بنصلي في آخر القداس سبحوا الله في جميع قدسي سبحوا الله في جميع تخيلوا بقى هم رايحين للاستشهاد بهذا اللح وبهذا الموكب 142 واحد ومعاهم المعلم بتاعهم وراحوا على ساحة الاستشهاد والموضوع ده هز البلد كلها فمين سمع امهاتهم وجدت جريين بيجروا جري على ساحة الاستشهاد 142 ولد جعد قاعدوا يقولوا كده هو انتوا ايه اللي انتوا هتعملوه ده انتوا ازاي تعملوا كده انتوا رايحين تاخدوا الاكالية بتاعت الاستشهاد وسيبنا لوحدنا احنا كمان احنا كمان نيجي معاكم وناخد الاستشهاد واستشهد في هذا اليوم 28 أم و142 ولد صبي استشهدوا على اسم المسيح مين اللي قاعدهم لهذا المعلم اللي كان بيعلمهم طيب مش هي دي مدارس الأحد بتاعتنا دلوقتي مش هي دي الاجتماعات الروحية اللي احنا بنعملها دلوقتي كنيسة بتعدنا باجتماعات وبصلوات نحنا نكون موجودين مع ربنا في السماء بتجهزنا مخدوع اللي بيبقى بيفكر انه ليه خلاص خارج الكنيسة بقى يقولوا كده لا خلاص خارج الكنيسة مفيش حد يقدر يوصل للسماء غير عن طريق الكنيسة الشهداء بيأكدوا الرسالة دي وبيقولوا كده حبوا كنيساتكو حبوا كنيساتكو دي ازاي؟ حبوا الكتب بتاعتها حبوا الأدسات حبوا الألحان والصلوات ياريت كلنا نبقى حفظين ألحان ونتعلم الألحان بتاعت الكنيسة اللي بنصليها في المواسم المختلفة اللي احنا بنعيد فيها عيد الشهداء بتقصيوا الدول على فكرة يوم تلاتين مايو يبقى نراجع مع بعض تلات رسائل بعتوهم لينا الشهداء من تحت المسبح نمر واحد بيقولولنا كده السماء جميلة جدا تمسكوا بالسماء وسيبوا الأرضيات الرسالة التانية لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية نجاهد وانتوب ونقدم توب عن الخطيانة علشان نبقى متمسكين بمكاننا اللي موجود في السماء والرسالة التالتة حبوا كنيستكم افرحوا بيها كنيسة جميلة مشبعة مليانة من نعمة ربنا بأسرارها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين